إذن عملية الدهس التي وقعت في محيط البرلمان وسط لندن تمت في الساعة السابعة و 37 دقيقة صباحا استقل منفذ الهجوم سيارة هاتشباك لا تحمل لوحة أرقام أمامية وسار بها نحو قصر وستمنستر استهدف المنفذ مجموعة من راكبي الدراجات والمشات مقعا إصابات قالت الشرطة أنها ليست خطيرة ثم استضم بالحواجز الأمنية المنصوبة على بوابة البرلمان على الفور قام رجال الشرطة المتمركزون في الموقع بإخراج السائق من المركبة واعتقلوه فاقتادوه مكبلا ألحقت بهذه العناصر قوات كبيرة من الشرطة وصلت مباشرة بعد وقوع الحادث لتطويق الموقع وكإجراء احترازي قام رجال الأمن بإغلاق الطرقات المؤدية إلى البرلمان أمام حركة السير وقد فرض حظر للتجول داخل البرلمان وأغلقت كافة المداخل إليه الشرطة قامت أيضا بإغلاق محطة قطار أنفاق وستمينستر المجاورة للبرلمان طبعا ولم تفتح إلا للتغيير الداخلي بين الخطوط كانت بريطانيا قد شهدت حادثا مماثلا وقع في يونيو العام الماضي قرب البرلمان أيضا حيث دهست مركبة عددا من المشات وأفراد الشرطة على جسر وستمينستر وأقدم السائق البريطاني خالد مسعود على قتل شرطي طعنا قبل أن تطلق عليه الشرطة النار وتقتله وبلغ عدد المصابين نحو أربعين شخصا حالة بعضهم كانت خطيرة شكرا 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 شكرا